قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سيفان ديمستورا إن تصاعد العنف في الأوينة الأخيرة ساهم في ظهور مرحلة هي الأخطر في الحرب المستمرة هناك منذ سنوات حيث تواصل قوات النظام قصف المناطق المدنية وتزايد تدخل القوى الخارجية وذكر ديمستورا لمجلس الأمن الدولي أنه لم يشهد فترة عنيفة ومزعجة وخطيرة كهذه طوال فترة ولايتها التي تمتد لأربع سنوات وأكد المبعوث الأممي أن ما تشهده سوريا اليوم لا يعرض للخطر ترتيبات خفض التصعيد والاستقرار في المنطقة فحسب بل يقوض أيضا جهود التوصل لحل سياسي مشددا على أهمية إكمال عملية جونيف التي تمثل الطريق الوحيد لإيجاد ذلك الحل